وجي معاد فقرتنا النفسية مع الوصيص دكتور هاشم بحري وستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر دكتور هاشم مساء الخير فن أهلا بك يا عمر إزايك أهلا وسهلا إزاي حضرتك الحمد لله يا رب الحمد لله دكتور هاشم الحقيقة إحنا كان المفروض الحياة الفقرة نتكلم مع حضرتك على فكرة الرجالة والمشاكل والأمور دي زي ما متعودين كل أسبوع ولكن في موقفين لازم نسأل حضرتك عنهم وتقول لنا شخصية هؤلاء الأشخاص دول إيه وتفسير الطب النفسي لهذه الشخصيات إيه الموقف الأول الناس الراجل الممرد ده اللي في حضانة وبيتراهن هو وصحبه في الحضانة بتاعت الأطفال إن هم يركبوا كانيولة لطفل رضيع وهو مغمد عينه شيء الحقيقة غير أدمي من ممرد ومعاون تمريد ومرافق ليه يعني طالب معده التمريد وبيعمل برضه في نفس الحضانة دي في المينيا والفيديو ده يوم من أربعة أيام والحقيقة شيء غير أدمي شيء غير أدمي إن بني آدم يجرب في طفل يدي له الكانيولة وهو مغمد عينه يعني بيتراهن مع صاحبه فده موقف الحقيقة له لوزارة الداخلية اللي بنوجه لك كل التحية وكل التقدير على الهوى قدرت إن هي تتعاقب هذا الأمر وتضبط الشخصين دول ويحالوا إلى جهات التحقيق فالحقيقة كل التحية والتقدير لوزارة الداخلية الشيء الثاني هو لسه والله النهاردة قصة منتشرة خاصة بيه إحدى الحضانات طفلة صغيرة يعني يمكن في عمر السنتين ولا حاجة المدرسة بتاعتها بتضربها بأبشع أنواع القصوة عشان تقفل بقاء وما تتكلمش صوت للم والضرب نازل على البند فحضرن الحضانات ومش أقول اسمها فالحقيقة هذه التصرفات الحقيقة غريبة جدا إزاي ناس تنتزع منها الأدمية والبشرية وتقدم على تعذيب أطفال أبرياء بهذا الشكل سواء في الحضانة أو في الحضانة بتاعت الممرض المعصوب العينين ده انت فاكر زمان الواحد كان بيصعب عليه قبل موقف فيلم شارع الحب لما عبد الحليم استرهنوا عليه على باكوت شاكليس بتاع اللي بينه قبل موقف فيلم شارع الحليم قبل شهرة إنما البني آدم ما يسواش حاجة بالنسباله فدي القصة الأولى طبعاً غير أمين القصة التانية طبعاً لا خالص هو ده ولا على باله أساساً يعني